شغل الأمور قاعدة تسخن مع عشان تحدثوا على علاقة جذب وشد مع عشان تعلقوا على تبريد تحدثوا على تبريد وتسخين يبدو العلاقة اليوم في السخنة اللي تقترب من درجات حرارة قياسية توتور كبير تحت الشغل بارح في بلاغ يقول تم منع مسؤول نقابي اسباني من دخول تونس وترحيله مسؤول نقابي اسباني جاي في ضياف تلاتي حد العام توس الشغل في سياق شعار تضامن النقابي العالمي بش يحضر في اختلف فعاليات الاحتجاج اللي بش يقوم بها الاتحاد وعلى رأسها مسيرة غدوة السبت اللي داعي لها بعد جمع قدام ساحة محمد دعلي الخلفيات والأبعاد تصعيد لرجوع في حسب رأيكم وزيد الاتحاد داعي لهيئة ادارية بصفة عاجلة هيئة ادارية استثنائية قال ايضا انه تم اعلامه انه لن يسمح لوفد اتحادا لنقابات الحرة اللي هو المجمع الدول اللي بتع نقابات العالم بانهم يجيوا لتونس ايضا يبدو انه في حالة ما يجيوا لتونس سيكون مصيرهم نفس مصير المسؤول النقابي الاسباني زياد الهاني والأسف اليوم بق بزياد الهاني خد نسالك زيادة بق ليس ذلك قرار سيادي من حق الدولة تقدر انه زيارة بعض الضياف اللي تنجم تصعد في الموقف تولي من حق الدولة انه تمنحها او لك عكس ذلك زياد شكون هم الساعة الضياف فمتي هادوما هادوما شخصيات نقابية دولية مرموقة ما شكون هما هذا معناها المسؤول عن معناها عن المنطقة متاعنا في العلاقات مع المنطقة بتاعنا في النقاب الاسبانية لكن الاهم منه هو الامين العام متاع الاتحاد الدولي للنقبت الحرة للسياسات اي هو اعلم الاتحاد اعلم الاتحاد ان الوفد الذي يتقدم معناها لمين العام اللي كانت جاي لتونس على اأساس انه ثم التدمة معناها غدوة في دعم للاتحاد راه سيمنع من دخول تونس سيمنع من من دخول متاع البلات هو الوفد اللي كان بشي جيدة غدوة معناها على رأس حول مين العام شخصية هالناس هدوما وقتلين تتمنحهم هل أنك باش تقطع التضامن متاحهم على الاتحاد العام توسي للشغل وإلا أنك أنت شتتؤجج هذا التضامن وتدفعهم إلى مواقف ضدك أكثر حدة بمفاهفني في منظمة العمل الدولية هل تعرف أنت أن هذا الاتحاد بتاع النقابات الحرة في العالم غدوة فمتني قادر في خطوة فمتني عقبية أنه يشلك المصالح الخارجية فمت بتاعك اللي تتعامل معها فمت في الخارج ولا لما النقابات متاعه تمتنع عني باش تستقبل طياراتك باش تستقبل البواخر فمت بتاعك وباش تهبط لك السلاع بتاعك وغيره هذا جاري به العمل في تقاليدة التضامن النقابي طبعاً أنت وقت اللي تأخذ اشتقص تأخذ القرارات فمت هذه إلى درجة أني ساعات أنه لي فمت نشك هل أنه قيس سعيد واعي بقطورة القرارات هذه أم أن هناك من يوحي له بها لغاية في نفسي عقوب من خلال دراسة الشخصية فمت بتاعه ودفعه في اتجاه فمت معين لغاية فمت معين لطوريته ولتعفين الوضع لطوريته بكل تكييت هذه فرضية كانت مطروحها لطالة ما حاولت نطروحها لطاولة التحليل نحن لهنا أنت وليت تتميل لها فما أمكانية طبعاً فرضية ولد قايمة لأنه ما تجمش تتصور معناها قرارات على هذه درجة من اللامسئولية مسؤولية بل نتخيل لو أنه مثلاً سمحا للمسؤول النقابي الإسباني في ترنشاط التضامن النقابي أو سمحا لرئيس التحاد الدولي للنقابات الحر أن يكونوا موجودين في تونس بش كان ينجم يحصل معناها كان دخله بالضبط معناها اللي كان ينجم يحصل هو أنه تأكيد أنه تونس راهو فنتي الحريات النقابية فنتي محترمة وهو تظاهروا وتفظلوا يجيوا فنتي أحضروا وبل بالعكس راهو الأمن هو فيني بش يكون موجود ويحمل مظاهرة هذه فنتي وكذا 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 نحن عنا خلاف فيه نظر مع الاتحاد العامة تونسي فنتي للشغل هو عنده فيني مطالبه لكن زيادا نحن راهو عنا فيني الظروف متاعنا وينجم حتى وزير الشهور الاجتماعية فنتي يستقبل المسؤولين النقابيين في فنتي وكذا ويعرضوا بها والواقع متاع البلاد وكذا ونحن راهونا عنا ظروف صعبة لاخرية لكن شنو اللي صاير واضح اليوم أنه الاتحاد اللي عم تونسي للشغل قاعد يدفع في ثمن سوء التقدير متاعه لما ممكن أن فنتي نجر عن وقفته يوم 25 جويل 2021 مع الانقلاب الاتحاد اللي حاول يحكي على العودة لـ 24 جويل والعشرية في السوداء ما يزيب مش ننسى أنه راهو جزء أساسي في الـ 24 جويل أنه جزء أساسي في هذه العشرية التي عشرية اللي تحقت فيها إنجازات لكن تحقت فيها فمتي نكسات أنه كذلك كان جزءا سواء من الإنجازات التي تحققت أو من نكسات التي فمتي حققت وأنه القلاب على الدستور راهو هو فني مقدمة بشيق على القلاب على الجميع اليوم نحب أن أذكر فمتي بحاجة الحرية الوحيدة فمتي لبقات في البلاد هي الحرية بتاع العلام هاكم تشوف اليوم في الاستهدافات أكثر قطاع مستهدف هو القطاع بتاع القضاء وبتاع المحامين شكونا بقى بقى الاتحاد وابقى العلام اليوم إذا كان يتضرب بالاتحاد راهو فمتي بعده بشي تضرب نهائيا لعلام وجهت نظر زياد لياني خلنا قبل ما نمشي للغفران خلنا نسمع نجيب نجيب سمعت زياد اليوم قولك عتيني دورها علي مين علي سار استعمل كل آليات التحليل السياسي بش تفهم الحكمة من العملية هذه اتحاد شغل مسؤولين نقابيين جديد بش يضامنوا معاه في وقفات بروتوكولية تقريبا لاه بش توخر له بش تتقدم هذو ما لهم هذين سلاح لهم بشوية التصريحات اللي خايف منها اللي قد توسيقل تونس كي ما تنجب تتعمل البرة كي ما تنجب تعمل الداخل نعمق اكثر معاك النقاش في تاريخ سياسي المعاصر متاع الدولة التونسية استهداف طرف سياسي يكون نفرض ما يسايل شمش معايا فرضية الرئيس يعني في السياسة يحيط في خصوم يستهدف في خصوم عمرها ما صارت الناس كل فرضش كارع عمرها ما صارت بورقيبة كي العامل التونسية كي العامل يسار الاسلاميين ما كانوش موجود كي تخل في عركة ومع اتحاد الشغل في ثمانية وسبعين ما تخلش ما مسش حركة الاتجال الاسلامي وبقية الفصائل كي مشايل شد اتحاد الشغل في العركة والكي شد الاتجال اسلامي في عركة الاتحاد كان محيد شوية بنعلي كي حارب حركة النهضة في واحد وتسعين حيض اتحاد العامل الشغل عمره النظام في تونس لحل جبهات مع الجميع وفي نفس الوقت ما الذي يحصل خاصة بتلميح الزياد لوجود ايادي قد تكون قاعدة تتهز الرئيس في ثمانية هذية اللي بش تكون على حساب صورة تونس صورة النظام ككل تعفين الوضع ما الذي يحصل بالضبط نجيب برهين